وجه الرئيس أسيسي باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة لتوسيع قاعدة ملكية في البرصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة خطة الحكومة لبرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة وأضاف أن رئيس أسيسي وجه بمواصلة العمل على تعميق التصنيع الوطني للسيارات الكهربائية والصناعات المغذية لها وذلك لمواكبة الاتجاه العالمي في هذا الإطار